أسفرت الغارات الصهيونية على مناطق مختلفة من قطاع غزة عن استشهاد طفلة فلسطينية وإصابة العشرات حالات عدد منهم خطيرة واستهدفت الغارات الصهيونية أحياء سكانية وتزامنت مع قصف مدفع مكثف للقطاع استشهدت طفلة فلسطينية وأصيب سبعة آخرون في غارات شنتها طائرة جيش الاحتلال الصهيوني على مناطق مختلفة في قطاع غزة منها مخيم المغازي وحي الشجاعية وبيت لاهية بحسب ما أكدته وزارة الصحة بغزة وأغارت طائرة جيش الاحتلال على موصفته بأنه مواقع تدريب لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في خان يونس والبريج ولم تستثني مدفعية الاحتلال لحياء السكنية شرق غزة وعاود الطيران الحربي الصهيوني قصف ما وصف أنه موقع تدريب لسراء القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي جنوب دير البلح عدة مرات دون وقع إصابات وذكر شهود عيان أن الطيران الحربي أطلق صاروخين عن الموقع ما أدى لدمار هائل وتصعد أعمدة الدخان من المكان فيما هرعت عربة إسعاف لموقع القصف وجاءت سلسلة هذه الغارات بعد تجديد الحصار على القطاع وتهديد رئيس الوزراء الصهيوني بن يمين التنياهو وعدد من مساعده بضرب المقاومة وتزامنت هذه الغارات مع مقتل جندي صهيوني برصاص قناص فلسطيني شرق غزة من جانبها حملت الحكومة الفلسطينية لاحتلال مسؤولية تداعيات هذا العدوان في ظل استمرار جرائم قتل الفلسطينيين في الضفة والقطاع ودعت حكومة حماس المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه واعتبرت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري أن تهديدات الاحتلال وغارته لن تفلح في ردع المقاومة أو منعها من القيام بدورها